اولا ربنا اجبر بخطرك يا كابتن خطيب ربنا اكرمك بجد واجبر بخطرك وحاجة جميلة جدا اولا كمان نورت النادي الاهلي نجاتي نورت وشرفت يا حبيبي ومليون مرحبا بيك يعني بس انا عايزكو تتعيشو لحظات الفرحة دي واتحسوها بقلبكو وهو داخل مرمى النادي الاهلي وبيمسك الشبكة حتة حتة وشوف فرحة قلبه يا حبيب قلبي قد ايه والكاميرا معاه كده وهو رايح حتة حتة وربنا اكرم والده يا رب على اللي بيعمله معاه بصوا يا جماعة بصوا فرحة الولد عاملة ازاي دي بالنسبة لنا بالدنيا بصوا امر 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 يا نجاتي ربنا اكرمك وربنا اكرم اللي ادر يفرحك يعني في النادي الاهلي الناس في النادي الاهلي بصوا يعني كأنه اه حرس مرمى النادي الاهلي بترمي يا خبر ابيض يا جمال يا جمالك يا ابن يا حلوتك الله ايوة ايوة عم انت الشناوي وشبير وحمزة وكل الناس ربنا يكرم والده والله بص هنا اهو بص والده طبعا شريح له بيحتفل ازاي بيفرح ازاي بيستمتع ازاي يعني الله على الجمال وكورة معاه ومن حرس مرمى حيبقى هداف بصوا جريته في الملعب وفرحته بص ابوه جماله بص الله بصوا اللي ابتسامة بص السعادة بص الفرحة يا جمالك يا ابن الله بصوا مع الكؤوس اهو عمالي عيني شاور وكأنه شايف اوقع تقول لي الرياضة وكرة القدم ده اي كلام لا دي من احلى لحظات عمره دي من اسعد لحظات عمره والده الاساز اسامة دي سوي عمالي يشرح له كل كاس لانه مكتوب على كل كاس حكايته وقصته او الكاس ده بتاع ايه اليوم الجميل اللي عاشوا في النادي الاهلي الحياة على فكرة اللي عيبة زعله انه هما ما شافوهوش لانه كلهم عايزين بصوا راح من بدري من الساعة 11 والتمرين كان الساعة 6 باين ومشي حسب ما علمت الساعة 3 هو داخل غرفة مجلس دارة والصديق العزيز طارق انديل بشكرك الحقيقة انه كان لك دور كبير جدا كابتل الخطيب هو في انتظاره دكتور سعد شلبي مدير عام النادي الصديق العزيز اللي هو خالد مديان يا جمالك يا خطيب والله عايزة اقول لكم بقى مفاجآت انه الولاد بدي حفظ القرآن كله كله وانه ارى جزء ارى شوية من القرآن وصوته جميل جميل في القرآن الكريم لكن المفاجأة بقى الأكبر انه كابتل الخطيب سأله قال له عايز ايه نفسك في ايه قول اللي انت نفسك فيه هنعملهولك عارفين قال له ايه قال له نفسي في المرشوات المهمة بتاعة النادي الاهلي تبعتولي تساكر وتعملولي دعوة بس قال له طب قول مش عايز حاجة تانية قال له لا قاله طب تشيرت النادي الاهلي اهو دريع النادي الاهلي اهو علم النادي الاهلي مش عايز اي حاجة انا جاتي قال له لا المرشوات بس عايز احضر المرشوات المهمة وابقى موجود في النادي الاهلي يعني وجابوله التشيرت الاصلية بتاعة النادي الاهلي وشوفنا بقى المشهد وحلوته وجماله انا بشكر كل ادارة النادي الاهلي الحقيقة بشكر كابتن محمود الخطيب بشكر الصديق العزيز هشام جمال وانا كنت مبرح مع كابتن الخطيب كان بيحكي لي الحياة وكان معاه ايضا الصديق العزيز خالد مديان بيحكي لي بقى على التفاصيل وعلى الجلسة وعلى الحدوتة شكلها عاملة ازاي ربنا يبركلك في ابنك يا استاذ اسامة ربنا يكرمك يا حبيبي يا ناجاتي ونشوفك احسن واحد في الدنيا والله العظيم يعني انا كده ممكن ان اختم من الفرحة ومن السعادة وربنا يديم الفرحة والرضا علينا جميعا يا رب